اشتركوا في القناة نفس مختصون من تحديد الهلق بين اللون المفضل الذي يعكس شخصيته ويفسح عن ميوله والصفاته ومزاجه والروح المسيطرة عليه بين حالته الصحية اوضح هؤلاء ان الالوان المحيطة بالانسان تؤثر بصورة مباشرة على نفسيته موضوعنا النهاردة عن اللون الاصفر يشير علم النفس الى ان اللون الاصفر يسير الشعور بالانتعاش والبهجة في النفوس والتفاؤل ويساعد على الابداع والابتكار وايجاد طرق جديدة للمشاكل المختلفة سواء في الحياة المهنية او الاجتماعية ولقد استخدم اطباء علم النفس الالوان في العلاج وقالوا ان اللون الاصفر والاخضر لهم دور فيه تهدئة ضربات القلب وتساعد في اعلى تحسين الدور الدموية واحنا في فيديو سابق اتكلمنا عن تأثير اللون الاخضر على صحة الانسان اللون الاصفر هو لون اساسي هو المع الالوان في الوان الطيف المرئيه هو اكثر الالوان التي تلوحظها العين البشرية فيعتبر من الالوان المريحة للنظر وللنفس البشرية يعرف عن اللون الاصفر ان له معاني كثيرة وقد اهتم علم النفس بدراسة وتحليل هذا اللون فيدل اللون الاصفر في علم النفس على السعادة والتفاؤل لانه يجعل الانسان يفكر في الاجازات ويشجع على التفكير في الشمس والصيف والشواطئ والمرح والترفيه والاسترخاء وهناك معاني اخرى لللون الاصفر في علم النفس في علم النفس قام علماء النفس بجهود عدة لمعرفة ودراسة تأثيرات الالوان على سيكولوجيات الانسان وفيما يلي سيتم ذكر دراسات سيتم ذكر دراسات عملوها علماء النفس عن اللون الاصفر في علم النفس اولا اللون الاصفر بيزيد من نشاط العقل ويمنح النفس البشرية احساسا بالحرية يزيد الثقة بالنفس حيث يعتبر هذا اللون لون الثقة بالنفس فالانسان الذي ليس لديه ثقة في نفسه لا يحب اللون الاصفر وابتعد عن استغدامه برضو يجمع هذا اللون الدفء والمرح يدل على الاتحاد والعيش الجماعي وصفاء الفكر ورؤية الحياة والاشياء بواقعية ينشط العقل ويساعد على التركيز يستخدم هذا اللون في عيادات الطب النفسي والمستشفيات المختصة في علاج الجهاد العصبي حيث يقوي وينشط حركة الاعصاب في الجسم كمان بيعطي الطاقة في العضلات بيرفع ضغط الدم ويزيد ضربات القلب يساعد على التخلص من الاجتماعي ويعتبر الانسان الذي يفضل هذا اللون صاحب شخصية قيادية يستطيع التفكير بعمق وتوصيل افكاره بطريقة بسيطة لكل من حوله ويعتبر لون الطاقة والحماس والامل والمرح والباك وأكيد وانتو بتتفرجوا على الفيديو دلوقتي شايفيني اللون الاصفر قد ايه مريح من جميع الاشكال اشكال ورود اشكال طبيعة اشكال ديكور كل اللون الاصفر اموما مروح جدا جدا يا رب تكونوا استمتعتوا بالفيديو ده وعرفتوا تأثير الالوان للون الاصفر بالذات في علم الطاقة ان شاء الله هنكمل السلسلة لكل الالوان كنت معكم على مرونة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة